بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى اللي تيشوه هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تيدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب تنقول لهم شكرا جزيلا تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو بصحة وعافية كل ما تمنتوا يربي هذه الوصفة غدين حطها على أصحاب الناس اللي عندهم الناس اللي عندنا إدمان إما تتعطوا المخدرات أما تتعطوا التدخين أو تتعطوا إلى أي نوع من المخدرات أو الشراب تتسمى كل شي مخدرات أما الناس اللي عندهم تدخين هذه صالحة لهم بإذن الله الواحد القهار سنأخذ قليل من أوراق السدر أوراق السدر ونأخذ أوراق السدر ونأخذ سانوج بإذن الله الواحد القهار سنأخذ ونقرع لها قراءة سبع ورقات إذن الله من أوراق السدر سنأخذ أوراق السدر أوراق السدر لم أعرف دائما نحطوهم في القراءة أوراق أوراق ماشي أوراق الغار ولكن أوراق السدر سنأخذ أوراق السدر ونقرأ عليهم قراءة للمنع أي إنسان من تعاطي المخدرات أو تعاطي إلى التدخين أو أنواع تشرب الشراب أو تسكر بهاد البعناء الشعبي اللي سنحطوها احنا نقولوا أنه الناس اللي بغيت يتمنعهم من أي حاجة عندهم هو التدخين وإنسان اللي تتعاطي الشرب أو تتعاطي المخدرات غادي تلأم أي أم أو شخص بغي يهديه الله ويربي يبعده من محرمات هو التدخين وتيهلك في صحته وتصدر دياله وتتألم وعاوشاني إنسان اللي ستعاطي المخدرات عاوشاني تقادي نفسه شي عايب إنسان يصلح من راسه ويزيد القدام إن شاء الله غادي نقرأ صورة القاف مرة واحدة نبدأ بالفاتحة ديما الله يفتح لنا وعليكم يا ربي الفاتحة الكتاب لأم أو المرأة أو الزوجة يبغى الزوجها يصلح لهم الله حالو غادي نقرأ الفاتحة الكتاب مرة واحدة وصورة القاف لأن القرين هو القرين اللي ما تصلحش ما يصلحش الإنسان لأن القرين اللي مزيد معنا كنا عدنا قرين كل إنسان تزاد معا قرين صورة القاف تتحكم على القرين اللي تنكونوه نخصنا نرودوه إلى طريق الخير إلا ما كان قرينك مصلح ما تصلحش حالك هو إلا كان قرينك مصلح صالح أنت بالقراءة أو تسبيح هو تيبدأ يقولك لا ما تديرش هذه لا عندك لا تيبدأ يرودك قراءة صورة القرين وغادي إن شاء الله غادي تعرفوا المشكل فين كين لأن القرين غدا يوم القيامة غا يبعد معنا إحنا وياه أمام الله سبحانه وتعالى إن شاء الله قراءة صورة القرين هي تتحكم على القرين صلح قرينك تكون بخير وعلى خير إذن القرين هو مزيد معنا من غير القرين اللي تكون مع السحر أو الحسد كي القرين اللي عندنا احنا معه تكون مزيد معنا تزدنا تزد قرين من الجن إذن نحاول نهدي القرين الله يهدي من يشاء من يشاء الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء اللي يبغي يهدي نفسه بنفسه تيهديه الله تيعاونه الله وتيعرف بأنك بغيت التهداء الله تيهديك هذه المعنى ديال الله يهدي من يشاء الله سبحانه وتعالى قادر بعباده نحاول إن شاء الله ندير هاد الوصفة نقرأ صورة القرف بدأ بالفاتحة وصورة القرف مرة وحيدة وغادي إن شاء الله غادي نقرأ المقيت اسم المقيت اسم المقيت باش يمقتل حاجة مايبقاش يبغي همقتل حاجة لانه مايبغيش هادك هذك دك المواد اللي تياخد باش مايبقاش يبغي هدك آآ تدخين او أآ أو تعطى المخطيرات او اي حاجة المهم يا مقيت يا مقيت يا مقيت يا مقيت يا مقيت يا مقيت الف مرة مقيت اسم من اصمان الله الحسنى يا مقيت coating إنثرت على الماء نفتح على الماء حتى أكمل ألف مرة وناخد عدد الماء ناخد هاد القنينة ندير فيها خمسة طرو ديال الماء هاد القنينة اللي غادي نقرأ لها بالجي كفيفة في القراءة هادي ناخد ونقرأ عليها ونوضعها في خمسة طرو ديال الماء كل ما طيبت نضيفها هي اللخرة إلى إلى الأكل نحطها في عصير نحطها في أي حاجة إلا ما في القرآن مثلا نوضعوش طيب يتبخر القرآن إذن تتي طيب هداك ولا نحطها في عصير ما الأحسن نحطها في عصير ونحاول أنني نضيفها إلى العصير أو حليب أو أي حاجة حلوة ونحاول آتي تن نوضع آتي من فوق النار ونضيف ليه قليل من الماء المقرع عليه باش أنه يتهدى الولد يتهدى الأب يتهدى أي واحد بغيتيه مقتس أي حاجة ما يبقاش يبغيها آآ مدمن أو آآ أي حاجة بغيتيها كارها في شخص تديري لي هاد الوصفة أنه يمقتس الحاجة ما يبقاش يبغيها. إذن حول الله وقوته نوضعها آآ نكون على طهارة وصلي ركعتين لتسخر أمور ونوضعها بإذن الله الواحد القهار نوضعها للشخص المعين بالاسم دياله اللهم باسم المقيت يمقتس هذه الحاجة وما يبقاش يبغيها لأننا أنا عيت ونهدر نتكلم مع الله لأن الله يسمعك ويراك إذن أحاول توسجتي لله باسم المقيت هو اللي غادي يجعل لي يمقتس هذه الحاجة وما يبقاش يبغيها ويكرهها إذن حبابي في الله غادي إن شاء الله تسدوها وتوضعوها في المكان اللي انتم معارفينه ونضيفها إلى خمسة يطر ديال الماء ونبقى نعطيه يشرب حتى يمقتس الحاجة وما يبقاش يبغيها إذن حبابي في الله ما بقى ليغين قولكم أستودعكم الله وإلى وصفة أخرى حاولوا الدعم والقناة وتفعلوا الجرس وتأمنوا عندي حول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته